الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ مرحبا بكم في فيديو جديد روتين متميز زوين بزف غادي نشارك معاكم غضيواء سهلة مهلا قراتان غادي يعجبكم مياه في المياه غادي يعجبون ليداتكم وغادي ندير معاكم البسبوسة بالحجم العملاق سواء القراتان او لا هاد البسبوسة هادي بسبوسة بجوش كيسان ديال ما كتجي روعة يعني اول مرة تدير بسبوسة تجيك معلكا بحلاكا وقد مجلسات اكيد في تلاجه كم عارفين كتولي معلكا اكثر من القياس نبدأ على بركات الله وقبل غادي نشارك معاكم هاد المقلة هادي ديال القرانيت اللي توصلت بها من الموقع ديال وادوكس مقلة كبيرة عرفتوا تحضيرات ديال رمضان الكريم اه مقالي ما شاء الله حدثوا هلا حارج نشربهم بكترة ديال البغرير ديال اللي نديرو فيها كشرمولا نديرو فيها البايلة نديرو فيها المسمن الملوي اي حاجة هادي جمعت لنا كل شي هانتو ما شوفو غرانيت مياه في المياه صنع توركي ما فيها جدوك شريطات من خلف البنات اللي مبغوش ذاك اللور ديال هيكون بيض هانتو ما دا بنقلبها وتشوفو 36 سنتيم حجم كبير بزاف الموقع ديال وادوكس دائما المنتجات راكم عارفين كيكونوا بزاف البنات هاكم جربين هم راكم عارفين الكالي تديالهم اكيد ما فيهاش غرانتي لانها ماشي ماشي زعمة شوفو غادي نحطا فوق البوطة البنات شوفو قد الشت دارها تصوير ما كيعتاش حقها 36 سنتيم راكم عارفين حجم كبير بزاف ممكن تستعملوها بحال المقلال وجدية ويرم مكة السقش هي باش غادي نخدم معاكم اليوم الغدا والكاسكرود مكة السقش ديروها في مكة المقلال وجدية وديرو فيها كيما قلت لكم جاج فالفران ديرو فوق البوطة ديرو بيها بزاف ديال الحاجات تقيلة نسيتها البنات ما عبرتهاش معاكم في الميزان ولكن الفيديو الجاي ان شاء الله لانها مازال غادي نصوب بيها شي هوت غادي نعبرها وتشوفو تقل ديالها كينا في الموقع ديال وادوكس دير اللي هاتخفض ميتين وتسعود وثمانين درهم عيوات ربعمية وتسعة وتوصل دائما را عشرين درهم الجميع الموذول المغربية هدا ورقم ديال موقع ديال وادوكس توصلو بالاخت غزلان ورغا ديزيد تعطيكم جميع اي سؤال عندكم او لا اي استفسار هي رغا تزيد ان شاء الله تشرح لكم حسن مني نبدأوا على بركة الله نبدأ لكم بالبوطة البنات اللي كانوا قالوا لي هادا را خرجوها عارفتو هاد هاد اوني هادا اللي كان في البوطة لي هادا في الاخر خرجوها على عباد الله علي ديهم ودار لهم الحساسية المهم خرجوه عاوتاني في هاد البخاخ خفيف شوية اه يعني دا با كان ديال المونتج جربته الريحة دياله بعدها مشي بحال هادا هادا را شوفوش حال هادي هادا را كي نقي غير ما تديروش للاليمينيوم هادا كوني ديال اللي عجينا لقري ولكن اه في اينوكس والجاج والحمام اكرموكم الله را كي يعطو حد النتيجة خيالي ولكن صعيب بالسف صعيب على التنفيه صعيب على الجلد المهم هادا دارين فيه جوجف واحد مزل دهن ومنظيف دارين فيه البوطة دارين فيه الملابيس اللي فيهم ديك الطبيعات اه الصالون اه سيارة المهم بزاف ديال بحال هادا بحال هادا الشكل اللي كان ديك المرة ولكن هادا هادا هادي نجربو ان شاء الله معاكم هو انا كي ما قد لكم راني مجربة لان هذا بكن دير كندير زي ما كان نركب السوت راني مجربة الريحة دياله خفيفة ماشي بحال هادا اللي عجينا رشيتو على البوطة اه شوفو غير اللون دياله هنا ركيبان بيض بحال جيل ماشي بحال الاخر اللي عي شوية كيرجع لكم كي دير رغوي بزاف الاخر مركز كتر من القياس يوصفي انتو مغير شوية اللي رشيت وهو دير حتى هو رغوة حكيت بي حتى الحيط اللي كيكون ورالبوطة نفس يعني هادا المشكل ديال اللي حيط ورالبوطة وخات غسلوه يوميا كيبقى سبحال الله العظيم مع اللي كغير تسفر عليه الكوكوت جوجد سفيراتو اللي ثلاثة را كيو اللي حالتو وخاقع كنستعملو لهوت وحتى هادا الحفير غز الاخر اللي قاتلية ما كنت حللها شسارو ديال البوطة را كنشاركتها معاكم درتليه زيد الماكينة من الداخل دوك سوارت ديال البوطة تعكسوا ليها الواحد الاخر وكتبتها ليه في واحد تعليق ولكن را كنجوج فيديوهات في القناة اا كنت كان ديالهم زيد الماكينة صافي حتى انا را كنت فت واحد الوقيتة وحدة من هاد البوطنت ديالها اللي كانش عالو بنتلقو بهم الغاز كانت تعكسات وما بغادش تحل يعني كون درتليها فرصة عليها بجد را غتتهرس ديك طبلو كل هالك حلا وصافي درتليها الزيد ديال الماكينة ديال الخياطة ولات اا خدامة صافي بعد ما اا دوز البوطة دوز للحيط دوز شوية الله واط من الفوق لان احت هي خصاء قريب ان شاء الله غدي ندير لها واحد نضيف عامق صافي ولات الحالة كل هكا تشعل غدي نخرجي ان شاء الله هم تقضى اا شي حاجة هكا خاصة لني بحالة صاني كروة ديالة ديالتسياق وشي حويجات هكا المهم غدي نجيب شي حاجة قليلة لكن واحد ملحانة حدنا كي بيعد الشي دياله هاد شي اللي كان بغيوه تقريبا بحال ساني كروة بحال هاد الفوطة ديال اللي كان مسح بيوم البوطة جي مهم هاي يم بعد ما رجعت اا في الصباح هذا البنات قبل لغداء تبارك الله سيقت ومسحة البوطة وقديت الكوزينة المهم شغل ديال الصباح زوين خصوصا من اللي ما كيكونش صبح البرد بزاف كات قضي وفي الصباح كي جوا الدراري في وقيت هاد المدراسة هاد را صورتوه قبل العطلة هاد الفيديو هاد صورتوه قبل هاد العطلة هاد فشرحنا هانتو ما شوفو هاد الفوط زوينين نرطبين هادي فيها نسمي طرو على سبعين سنتين مرة كبيرة بزا الحجم ديالها كبيرة ثم سبعين على خمسين مرة كبيرة تبارك الله وارطبها ديار بحل الحرير وكينا هادي اللي فيها الطول شكل مستطيل حتى هي هادي ما فيهاش لعبار هادي كتكون في الكوزي ناحي الدريل هادي كتنيا ديال هاد هاد الدون تيل باش مخيطي لها الجناب فاش غادي تتعلق هالك اتعلقوها في قدام البوتاجي اللي تسالي وتمسحو في هادي ديال هادي ديال خمسة درهم هادي ما باش كن مسح البوطة وكان مسح الفران حيت عندي نيط الفران هادي الايام خاصة توعوتاني واحد لغسلاج بتلخل باش ننقي هاداك لغلي ديال ضوء لقيت عندو هاد الحكاكة اللي انا كنت عندي وحيدة كنتو كتشوفوا هادي ما ولكن بدتها لي وي ام واجبت هادي خمسة درهم لغلي على مسكين زوين اراني مجرباها وكتحكم زيان وكتجمع لكم ديك التوماد ذاك شي اللي حكيتو ارقي صغير كتجمع في ديك البوطة الصغيرة وهو وسان يكروا هادا جبتو ب13 درهم جبت هادا ديال الخزامة لحسب تسيقك خصوصا في البرد ما اللي كان بغون دوزو غير شي شي تسيقه خفيفة ولقيت عندو هادا هادا اللي قاتل بنات زوينين غادي نوريهم لكم طوال هاداك المشكل ديال ما كيدخلش توري فاش كنت كان نديرهم دوك اللي قات ديال ديال كوزينة وكندير واحد لبنضة فوق منهم باش ميدخلش لما هادا شوفوا طوال غادي نحتل تل المرفقة هكا غادي شوفوا الطول ديالهم ولي زوين فيهم بزا فيهم توب فيهم توب من الداخل هانتو مش توب يعني يدكم ما غاديش تبقى عرقانة في الداخل وطالقة ذاك ذاك العرق من الداخل كين نصب بعيد اللي كي يعرقوا اليد هادي في هادا كتوية بحلقة من الداخل المهم زوينة سولتو قال لي اه تلطاعش الدرام يمكن ولكن فاش غرجت ديك الورقة ديالا كيس عند الاخر اللي كي يخلص قطع فيها دي حسبها بخمسطاعش الدرام هكا باش الاخواتي اللي بغيتو تاخدوهم راها اه مهم فاش سولتو اكا قد ليش حال هادو قال لي اه تلطاعش الدرام وفي الخلاص حسب اليوم خمسطاعش انا حيت تقديسها ديش كامل وخرجات الورقة ما رضيتش البيض لانتو ما كيجوا على هات الشكل يوم بعد ان شاء الله غدي اه خديس غدي نوريكم حتى واحد البلاطوات ديال البلاستيك صغير ديال خمسة درام وهو ما ديال البيض ولكن انا راه جايبهم على هادو جايبهم على اساس واحد الحلوة كتدر بالشوكولات زوين وكتكن فيها حشوة في الداخل المهم تنشركها معاكم ان شاء الله واليوم غدي غير نحط فيهم البيض شوفوا الاخوات اللي اللي بغوا يحطو فيهم البيض خمسة درام حتى هو ما اللي حبه والحليب خلاص لينيا الناس اللي مكي يشربوش هاداك الحليب كامل بدسم هو ركي يدير خمسة وثلاثين درهم لهذا ثلاثة ليترو هادا ركي بقى فيه تاريخ مدة طويلة هي كتتعلق هاد الفوطة ركتتعلق هكا غدين جمعات الفوطة هادو صافين جمعات شي لغلاي حتى هو غدين ندير ليه ان شاء الله تنظيف العامق لان كي يجمع لما دير راشي ديارة كي يدير الكالكير يمكن كتر من من المدول الأخرين لغلاي كندير لي هادا الطريقة هادا ديال الخل غير واحد يومين ثلاثة يمكن لقاه كله بيض معا هو ديال الزج كي يبين كي يولي كله كالكير سبحان الله العظيم وش مؤخرا لي ولا هكا ولا حتى هكذا الغلاي ديال انوكس اللي كان ستعمل والذي كتكون فيه واحد طبقة كبيرة دياله ديال الكالكير والمهم هو ورق كندوز فيها لخلو كي يولي عاوتاني كي يشعل وغادي ندير فيهم البيض بحال هاد شكل هادا ومرة بلاستيك ما كيتهرسوا ما ولو وحتى الليسباس ما كيشدوهاش في تلاجة كتدروا واحدة فوق واحدة ما شي بحالة كانت عندي هادك اللي كنتو كتشوفو ديال ثلاثين بيضة تكسر حي التالي انك تشد لسباس كبير في تلاجة كتكون هكا ما يمكنش نحطوش حاجة هكا فوق البيض يو هادي زوينة تديرو واحدة فوق واحدة بهذا الشكل ولا تحطو واحدة 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 المهم را خمسة درهم الليبنات هاد ريكلهم هاد الشي الرقيقة هادر خمسة درهم كي يدير البيض ما كان غسلوش حتى كان بغي نستعملو وده بعاد وصلت وقت الغداء لبنات غادي ندوز ان شاء الله نبدأ غادي نبدأ بالكاس كروض لانه ولي كتشد شوية الوقت وحتى هاديك المقلة اللي بغيت نستعمل بغيت نخلي فيها لغداء بغيتو يبقى سخون حتى الوقيتها ديال غادي نبدأ ان شاء الله نصوب معاكم واحدة البسبوسة حجم عائلي يعني واحد العدد كبير ديال الناس هنا في هات الكوكوط طلبنا ترك ان طيب العسل راني مصورها معاكم حتى نعود نحطو لكم في فيديو ومرة مرة الكوكوط كات عطيني ذاك البوخار هكا قدمت صور ندرت هنا غادي نبدأ بالسيرو ديال البسبوسة غادي ندير جوج كيسان ديال السكور ساني دا وغادي ندير ربعاد الكيسان ديال الماء وممكن تنكوهوها بالحامط او لا البرتقال اي حاجة كاتعجبكم اولا تديرو القرنفل اولا المهم كيبقى لكم داك السيرو ديال بسبوسة غادي نزيد اربعاد الكوكوس ديال الماء دائما كاتديرو سكور نص ديال الماء اذا درتو كاس واحد مثلا درتو بسبوسة حجم صغير كاس واحد ديال سكور جوج كيسان ديال الماء باش ماللي كييغلى كيعود نقص شوية داك الماء كيبقى لنا السيرو ديال نتقيل شوية ممكن هنديرو انكها ديال برتقال ولا ديال الحامض ولا الفاني اي المهم انكها كتعجبكم انا درت غير الحامض بها الطريقة هادي وغادي نخليه يغلى واحد شوية وندزو نصوبو ان شاء الله البسبوسة دائما السيرو كنصوبوها في اللول باش ماللي غير كنخرجو البسبوسة من الفران كيكون السيرو برد وكنديروها المقلارة نغسلتها كيف ما شفتو وقفتها وراء البوطة وغادي نحتاج هنا يا المقادير جوج ديال البيضات كاس ديال سكور ساني دا غادي نكتبهم لكم ان شاء الله في اول تعليق او لفسوا ندق الوصف غادي نخلط غير ترى بليا داوي بحلاكة تايدو بلينا داك السكور ممكن تستعملو لو بغيتو الخل الكهربائي ولا داك اضطره بالكهربائي احتا هو الكاس ديال زيت غادي مقادس تعملو شوية بشوية وانا كان خلط خلط مزيان احتا غادي اولي هاد هاد الخالي ديالنا كيبان اللون دياله بدا كيبيض وكان ضيف المكونات الاخرى هنا اذاك اذاك زيست دياله داك القشور ديال الحمض اللي كنشاركت معاكم نهار صوبت المركز ديال الحمض هما هادو هادو هاد القشورة كيجيو زوينين في الكيك وفي الحرشة في البسبوسة في اي حاجة هكا كيعطي واحد داك واحد الكاس ديال ضانون مسوس ورشيشة ديال ذاك المسحوق ديال الفاني الى ما كانش عندكم هادا كديرو ذاك سكور فاني لا ذاك الساشي الى كنتو بغينو اولى زهرات البرتقال وهنا الكاس الليول ديال الماء والكاس التاني ديال الماء عادي ماشي سخون من الربيني عادي وفي هادا لحظة هادي لك انتو بغين بغينها بماذاق البرتقال كديرو كاس ديال عصير الليمون اولا كديرو كاس ديال الحليب بحال هكا ما عندكمش الليمون البنات اولى الحليب كتزيدو الكاس التالت ديال الماء صافرة كد تجيب الماء نفس تقريبا نفس نفس الماذاق ونفس يعني نفس النتيجة سميدة الرقيقة ديال اللي حلوة درت فيها هنا يا الكاس اللول والكاس التاني والكاس التالت ثلاثة ديال الكؤوس الكاس ديال العنبه نفس الكاس باش خد منه كاملين هاد المقادير وكاس ما عامرش ديال دقيق الفورس ثلاثة ديال الخمارة الاكياس ديال الخمارة الحلوات ثلاثة ديال الاكياس القوام ديال ها كيجي هاد البسبوسة كيجي تقيل شوية على الكريب وخفيف شوية على البغرير في الاول وقدما قل ساترك هتشرب شوية ما تدروهاش تقيلة تقيلة باش ما تجيناش مدقصة وجينة كثيرة فيها سميدة غادي نخلط مزيان هاد النواشيف حتى يتجان سليا مع هاداك السائل وهاد الشكل هاك كاشتو دبرا هادي خفيفة على البغرير وتقيلة شوية على الكريب بينما وفي هاد اللحظة هادي البنات نسيت ما قلت لكم شار انا فاش كنت كان نخلط شعلت الفران ضروري الفران يكون سخون مزيان وديروها درجة الحرارة حتى هو مية وتمانين درجة ولكن ديال القز يكون ماشي مجاهد بززاف وماشي عوتاني ناقص البسبوسة كتبغي شوية الفران يكون سخون مزيان صافي درتها فاد المقلادها انتهى بالزبدة ورشيت عليها السميدة هي كان دهنوها غير باش تعطينا ذاك ذاك تحميرة اللي كتكون في الحرشة وفي البسبوسة اما هي راهم مكة للسقش وخا تخووها هكا ديريكت يعني تخوو فيها الخالط راهم مكة للسقش ونطلقهم بعد ما تطيب ان شاء الله يدوزت تقريبا عشرة اولى اتناعش دقيقة في التحت من الفران شعل الفوق والتحت وحطيتها من هالفران حتى بل يجنب ديالها او اللوحه مرة طلعتها لفوق واحد خمسة ديال دقيق تحمرات وخرجتها هي سخونة والسيرو باردة او العكس الى كان السيرو سخون تكون البسبوسة ديالكم باردة باش ميت الى برتون بجو السخونين را كتولي كتفتت وكن اخذ هادا السيرو اللي تقريبا مقلي فيها المقدار ديال ثلاثة ديال الكيسان وكنسقيها مزيان غير سقيوها وخا يكونوا حتر بعد الكيسان را كتشرب ما كيوقع لها اولو بالعكس كتجي كتجي معلكة وكتجي شاربة شاربة حيث هي ده بسخونة وكتشرب لنا هاد السيرو بالنسبة للطياب في هاد المقلة هادية را هادية ربح بحال المقلة الوجدية تقيلة وحمرات وبحال مطيبين الكيكاف هذيك المقلة تقيلة صافي غادين نخليها واحد شعير واحد شوية هكا واحد تقريبا واحد اربعة حتى الخمسة ديال دقيق حيث بغيت المقلة ولكن قبل غادين نرشع لها شوية هنا يديها الكوكا ومهر مش او لا ديروا اي حاجة بغيتوا الى كان الكوك وكي جيزوين وبلامد دهنو لي هادا كونفيتير من الفوق لانها صافي شاربة ذاك سيرو وحلوة ومعلكة بلاش ما نزيدو هادا كونفيتير من الفوق غير رشو عليها حتى الكوكرا كيلسق وغادي ناخد واحد تبصيل وغادي نحطها فيها ما شاء الله راجت اهنا ربقي ما كملتش زي ما تشرب ذاك سيرو مزيين ولكن بغيت هاد المقلة هذي شوفو را ما لسقه ما قس حرق ومشتوها كيفاش كات تبارك الله كاتتحرك فاش حطيتها يعني ما تهرست موالو اه طيب فيها جرائع عانتو ما شوفو را غيت تبصيل ده بغارق شوية الداخل وما هي را طالعة عانتو ما شتو وتبارك الله هرطبا وشيشها مهم زوينا بزاف هذي البسبوسة هدي لما عندكم شا البنات الحليب ديرو غير لما ثلاثة الكيسان ديال المركة جي زوينا بزاف وانتو ما لبنات سبقنا الوصفة ديال القوتي وتعنينا منو ده براء النهار قصير كندير كل شي في الصباح بعض المرات التالعشاء كنديرو من من الوقت لي كنكون وقفة الصباح في الكوزينة باش العشية كي يبقى لنا الوقت درت هنا يلماء باش يغلى ودرت فيه الملحة بالنسبة لديك الملحة يدك الملح المونسيم لي كان صوب وكان بيعو هو اللي يدرت في هذا في هذا الماء إلا كنتو دارين الملحة بوحدها يدير واحد ورقة موسى وواحد ما يبشي عشوبها كباش نسمو ذاك لما باش يجيكم السلق ديال 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 بباطة يجيكم لديد خديت هنا ميتين وخمسين قرام ديال الهبراد ديال لدند وقطعتها طريفة أرقاق بحالها كم ممكن تطحنوها تولي كفتة وقديرو اللي يعجبكم ديرو الكفتة ديال البقري ولا طريفة ديال الهبراد البقري ديرو الدجاج اللي يعجبكم كديروه هنا بعد ما غلها داك لما غدي ندير فيها القياس ديال اللي بباطة كيب قاد القياس على حسب الأفراد ديرو نسكيلو ديرو كيلو قل الاربع المهم القياس اللي غدي يكفيكم سوف غدي نخليها نتلق ونرجع نكمل الشرمولة ديالي هنا غدي ناخد هدل هاشوار هدي ندير فيها شوية ديال الربيع طريفتها كوه هنا فش غدي نصوب الشرمولة بالنسبة لهادل هاشوار هدي حتى هي رأخذيتها من الموقع ديال وادوكس من العام اللي فات وخليتها غير الشرمولة هكا البنات اللي بغاوها راح تهيا كينا عندهم وزوينة مكا تصداش وهذا كلموس ديالها ما كيقسش داك لداخل دياله ديال هادا ديال الزاج اللي كيكون بزاف مشكل عند الأخوات وغادي ندير در تجوش دروسة ديال التومة وشوية ديال الملحة والتحمارة كيف ما شفتو راح الصنع ديالي تقريبنا هاتوا بالكلو ما اللي بنت راهنا اللي كنصوبهم والبزار البيض وهديك اللي داز هي العطرية ديال ديال الجاج درتاش ويا باش هالي حسب هاد هادا ديال لا دند سكن جبير انا غير زيتو ما كانش عليها نزيدو لانه كان في ديال العطرية لمخلطة وخلت فاح ممكن تديرو العاصر ديال نص حامضة الى ما بغيتوش الى ما عندكم زعمة خلت فاح او لا تديرو اي خل عندكم ترتقلي بن واحد جوج معالق وطحنتهم هاتوا ما شوفوا الشرمولة ما شاء الله كاتجي هادا ركاة الصراع الشرمولة كاتعطيكم واحدة كاتخلطها مزيان وكاتقطها مهم بحالة شكل هادا ما كاتبقاش التومة بين طريفتها كيف ما كيوقع في بزاف ديال الهاشور اللي كيكونوا كبار كنجي ونطحنو فيهم الشرمولة اللي هي قليلة كيبقالنا الطريفت ديال التومة هادا 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 كل شي كاتطحنو حطيت هادو طريفت ديال لادند فهاد الشرمولة هادا تشرملو لنا مزيان من الاحسن الى خلتوهم واحد لمدة كباش اي 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 زع ما يتشربو بهذا 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 الحامض وهذا العطرية هادا صافي غادي نخلهم غير بين ما نزيد نحك واحد البصيلة اولا غادي نقطعها نيت في هادا الهاشور هادي ونديرها في المقلة تشحر حتى هي مع شوية ديال الزيت عاد غادي نضيف هاديك ذوك الطريفت ديال لادند صافي بلا ما نغسلو لهاشور بلا يعني نفس الوصفة خلي كل شي هكا بلا ما نقوم نكترو علينا الغسيل وتشلال صافي بالنسبة للبصلارة كتردها تبارك الله مقطعه ومقرده صافي غادي ناخد هاديك المقلة بعد ما غسلت هاديك لي طيب تفعل بسبوسة ورا ما كتبقى فيها لا ريحة لحتى حاجة بحالي لا يعني كتخرجوها جديد ورا ما كتلت ساقشان تموش توقبيلا ممكن تمسحها غير بذاك الكاغر ديال المطبخ وتولي بحالي لا مغسولة بلا ما تكترو فيها لغسلو هاد اليدين ديول هاللي منها را عازلين للحرارة و كانت كاكة تبقى بفوق البطه كاكة طيب كاكة تعزية حاجة تقي engagement يعني و كانوا كايز واكتبونوا غاجطوا مع هذوك غباش اكمال Hatik بتشدوهم بحال اوجد كانو كانت بينغاب قالوا مع واحدة الواقع حدي الأجابة هذه الأنج شربتها كثبي طيب كاكة صافي اتغلي بفوق البطه كاكة تقيب فوق البطه كاكة صافي كمان ما نقتلوهاش بزاف باش هاد هاد لادند هاد ما يتلقليناش ذاك الما ديالو ووحسو يطيب ولكن بسرعة ما باش ما يقصح شو ما يتلقليناش ذاك الما وديوا واحد الوقت ليه هو طويل فاد لحظة هادي طحنت واحد ثلاثة ديال مطيشة مطيشة عادي لكن تقديرو هادي كسوليس او لمطيشة ديال حق ولا زع ما ممكن تضيفهم فاد لحظة هادي انا ما كندير هاش ودرت ثلاثة ديال مطيشة لحجم ديالوهم كبير ضربتهم فالهاشوار صافي وهاوية الصلصة ديالنا واجدو تبارك الله المقلرة ما كتلسق ما كتحرق زوينة بزاف غادي نحيدها على جنب باش نصوب فيها النية هي نصوب فيها صلصة البشاميل يعني بلما نكتر عليها كاجل المقالي ونخليها هي في الجنب كل شي نخدمو بها هي تقديرت هنا يا عشرين درهم ديال الفرماج ديال الموزاريلا وغادي نحكو في الحكاكة قبل غادي ندير معاكم واحد واحد الحيلة كنت كان شاركها معاكم في التدابير نهار كنت كان ملكا نحط فيديو هكا ديال غير التدابير بوحدهم دائما الحكاكة من اللي تبغيو تحكو الفرماج وخطعي وتغسلو كيبقى فيها بيض أولاس قدير وشوية ديال الزيت في الحكاكة ديالكم دهنوها بشوية زيت كيف ما شفتو وحكو هاد الفرماج من اللي احسن دائما نحكوه في الحكاكة لأن هذيك الهاشوار ما اللي كان ضربو فيها الفرماج كيولي كيولي ما كيجيناش كيجباد وكيعتنا هذوك الخيوط وكيجي فيها هذيك الجبيدة لأن هذيك الفرماج اللي ما كنتش فيه هذيك الخيوط وذيك الجبيدة خصوصا عند الوليدة ترى بحلا زعم ما ما درناش ليوم الفرماج الأخوات اللي غادي سوولوا على نوع الفرماج اللي استعملت دارت غاستروميكسه هو تقريبا اللي كان استعمل دائما غيره لما لقيتوش اللي كان جيب شي حاجة زعمل شي ماركة هكا وخامة معروفة شو نستعملها في المقلاء خديت جوج مع القديل الزبدة باش نصوبوا صلصة البيشاميل ممكن تديروا الزبدة هذي الحيوانية انا هنا درت ديال بوطة ودرت مع القصغيرة ديال الملح المونسيم اكيد وشوية ديال البزار البيض ممكن تديروا القوزة هنا واحد لحكاد القوزة اللي كنتو كتبغيوها ممكن تدرو شوية القرفة كيبقى لكم الاختيار الزبدة هنا واحد شوية ديال زيت زيتون وغادي نخليها حتى كالدوب لينها الزبدة مزيان وغادي نضيف عليها ثلاثة ديال المعالق ديال الدقيق صافيا يا دبت هنا ثلاثة ديال المعالق ديال الدقيق الفورس اللي كنستعملوها كالفورس ديال الحلويات وغادي يبقى كنحرك وانا رد لها البل لأن نرى ممكن تحرق هذي فهذا اللحظة هذي بالضبط كيكون الكيمياء قليلة ممكن تحرق اللي مبقيناش كنحركوها هكا بسرعة وردين لها البل حتى يبقى لها ذاك ذاك الدقيق تحمر ولا اخدا واحد اللون بحلقة هوي شوية بحل بحل كريمي كيبقاش بيض فهذا اللحظة هذي ممكن تديرو الزعتر تا هو كيجيب هذي سلسلة البشاميل كيجيزوين شوفوا هذي الفورس ديالنا كيفاش ولا اللون ديالو هنا يرى باقش على على البوطة وكنضيف شوية بشوية الحليب قدرت هنا نصف لتر حتى غادي نخدموه مزيان ونحيد هذي الكورات هذي حيث خويني عليها هكا الحليب برد كيجيو بحلات حلات كورات شوية صافي ضغيها كتطلقو كتولي على شكل كريمة تايكون كيطبخ نحنا كنحركو حتى كنشوفوه صافي كيبقبق يعني را ما بقوش فيه دوك الكورات ديال الدقيق مجموعين ودبعات غادي نزيد واحد نصف لتر اخر حيث درت حاج معايلي قياس اللي هو كبير كيلو ديال اللي باط رخصنين كتر السلسلة اللي بيشاميل ما كونش قليلة حيث هي اللي تعطينا ذاك القرطان كيكون زوين وشارب هذيك السلسلة اللي بيشاميل كيجي كيجي معلك وكيجي زويني لكان قليل كيجي ناشف صافي وغادي نستمر في تحرك حتى تشوفوها طايبة عاد غادي نطفع لها ومباشرة غادي نصوبو القرطان ديالنا صافي هي بقى تكطيب ومبقوش في هذوك الكويرات صافي وغا هنا يرا قياس كبير ديال السلسلة ولكن را كلها غادي نستعملوها خليز واحد القياس في المقلاء وهي يسديك هذو كلا دا ديالنا طيب هنا الفرماج محكوك صلصة البشاميل هذي اللي بباط مسلوقين في الماء والملحة وغادي نبدأ كنجمع هذو القرطان ديالنا فهذا اللحظة هذي شعلت الفرن لان القرطان كيبغي الفرن سخون باش دغي يدو بلينا الفرماج لان كل شيء هذو شي طيب مكنش حاجة اللي ما طيباش كيبقى لنا غير ديك الصلصة البشاميل الطبخ شوية باش تخلط لينا مع قاعة هذو المكونات والفرماج من الفوق يدو بصافي هذو شي اللي غادي نحتاجوا المقلاء هنا كبيرة وخدروا فيها اللي درتوا هنتو مشتو ديك الصلصة هكا ولكن انا بغيت نقسمها على على طبقات باش كل باش يجي كلهم لبس بها ديك الصلصة اللي كتكون فيها ماطيشا ودك لادان وحتى بالبشاميل ودرت الطبقة التانية وغادي نزيد اخر طبقة ديال البشاميل ندرتها اياه على ثلاثة ديال المرات وغادي نزيد شوية من هاد هاد لصوص اللي بقت غير هنا يا الاهم هو هاد ديك الصلصة اللي بشاميل ديرو اطرو حتى الاطرونسي لكن تديرين حجم اللي هو عائلي بحال بحال هاداك اللي دير كوزاميا فلق صعب بحال هي بحال هال لي درت اليوم ما درتش هاداك المول اللي هو صغير او لا ولكن تبارك الله كلاوها زوينة جات لديدة وجات جات عامرة بهات الصلصة هادي والفرماج من الفوق حتى هو جا يعني تبارك الله طيب فوق منها وعجباتهم بزاف هنا غادي ندير الفرماج كما قد لكم ما نسوش هاد الوقيت هادي نشعلو الفران هادي هي عشرين درهم ديال داك الفرماج مو تزاريلا ملي كيكون زوين را كافية كات تعطيكم ديك ديك تعليكة وديك تجبيدة هاكا وإلا كان خيبرة واخديرو كيلورا ما كيصدقش كيكون يابس هادا اللا دا ما تشوفوه اللي غادي نخرجو من الفران را كيجي كيجي مغطع لها كل ها صافي غادي نقد هاكا وندخل ها الفران اللي هو مسخن مسخن مزيان وغادي نخليها من التحت حتى نشوفها ذاك الصلصة تلبيشها ملكا الطبخ ونطلع على الفوق باش تتحمر لها ذاك الوجه تقريبا هاد شي كولو استغرقت تقريبا واحد ستاديا لدقيق ولكن الفران سخون وبالنسبة لعاصير مع البرد كل شي جامد واحد اللي حبت يلا فوكا جامدة لا اقوات لي كانوا قالو ليüne كيفاش احتفى على اللا فوكا كنغسلها وندخلاف الفريق وبحال باقشرة ديلها بحال باحل البنن بالنسبة البنن ارى اشاركته معاكم بزا في ديل المرات كان بعد المرات كان نقشر وكان بعض المرات كان تخله بالاقشرة ديل وكيبقى عندي اطول مدة ما كيت اكسد ما كيوقع عليه هوالو يعنى قشرتهم قطعتهم طريفات وغاديبقى اشنو غادين باش غادي لنطحنوه ماشي بالحليب غادين دير له المركز ديال الحمض لي كنت شاركت معاكم في في الفيدي الحمضة البنات او لقاء المركز لدي الفوكه كاملين كي هنيكم من ذاك العاصر اللي خصنا نقلبه يعني باش نخلطوه في نفس الوقت كي يكون واجد عندنا واسهل طريقة باش نصوبو العاصر وهذاك القياس اللي يدرت تقريبا جوج معلق كبار دي المركز وغدين نحتاجوا لها اطرو دي الماء كيعطيكم اطرو دي الماء جوج معلق دي المركز دي الحمض واحد الحباد لابوكا واحد الحباد دي البانان ممكن تدرو الفريز ممكن تدرو اي نوع دي الفوكه جمدتوهم صافي هنا كملت هداك الليتر وراكي يجي زوين بزف حسن من ديال الحليب العاصر كنخليه حتل صافي كنبغي نحط الغذاء عاد كنصوبو لانا كل شي جامد فاش كنطحنو كنعودش نردول تلاجا وهو القراطن ديالنا العملاق بعد ما خرجتهم من الفران شوفوا ما شاء الله الوجه ديال وراها محمر وهذاك الفرمج دايب وسايح عليه ان شاء الله هاد المقلة هدي مازال نشارك معاكم فيها بزف ديال الوصفات حي تبارك الله رازوينا ما كتلسق ما كتحرق وكتعطي واحد تحمير ديال الخاطر كالطيب حي تقيله بزف وغير هو حاولوا عليها البنات ما تستعملوش لها الموس ولا الفرشيطة والذيك المعلقة ديال اينوكس ديروا المعلقة ديال الخشب والذيال سيليكون باش كتحفظوا عليها وراها ما تبقى لكم ان شاء الله تديروا بها كل شي في فرمضان تديروا بها اي حاجة بغيتورها غادي تقضي معاكم الغارض يوصفيها انا حتيت معاكم الشيوات اللي صوبت بالنسبة لبس بوصرة صوبتها اللي عشية غا ندير لها دا بس سلوفا ونخليها تزيد شرب داك السيرو دياله ولكن من بعد ما غادي نقطعها ونوريكم ونوريكم احط طريف منها والقراطان ديالنا جعلها تشكل هادا العصير صوبتو الغديوات ديالنا وجدات سهلة مدرس معاها لاش لا دل اولو لان هذا ما شاء الله ركا فيهم هانتو ما شوفوا لبس بوصرة محمرة مجنب وحت حميرة اللي ماشي ماشيت زع ما محمرة على الخطر داك اللون اللي كان بغيوه القراطان يدي مارا كيعطي واحد اللون زوينس والكيك اولى الحرشة ولا كيعطي واحد اللوين اللي هو دهبي وهدا القراطان ديالنا ره تبارك الله حجم عائلي ما شاء الله هانتو ما ورابينا غير من المقادر كله ديال اللي بطره غدي يعطيكم واحد القيص ليه هو كبير بزاف هانتو ما شوفوا شتو وهديك السلسطة البشاميل ساحت ودخلات قاع فهد الخاليط كله قاعليك ندرنا ديك الطبقات هانتو ما شوفوا تبارك الله واكيد ره غدي تعجب الوليدات ديالكم مره 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 ما شي ديما هكا الطاجين ولا ديما الكوكوت الدراري ره كيبغيو هاد شي اللي كيبغيو يو مره مره ما فيها باس نصوبوه ليهم في لغدا هكا ولا العشاء انا درتو ليهم اللغدا وعدي نقطع معاكم البسبوسة الحجم ديالات البسبوسة هدي 36 سنتيم بالنسبة الاخوات اللي اللي كيبغيو يعرفو العبارة اللي كان خدموها كالبستيلر كله نعطيكم مثالنا غير على اللبستيلر اللي كان بغيو نصوبوها كتكون بالأرقام كينا 36 كينا 42 كينا وانتم ما طالعين ها دي ره البسبوسة 36 طبصل ديالها ره بين طبصل ذاك اللي موين ما شيدك الكبير بزاف ديال 42 ما شيدك الصغير اللي كان اكلو فيه ليه هو عادي هاي هيك ما شاء الله جات مع الكو ورطبة وعاد انا راه غير زربت عليها باش زع ما نسالي معكم الفيديو اما اللي بقتها كحتة العشية وزع ما فاش كانو كي يوكلوها تبارك الله راه شربات هاد هاد سيرو وجات مع الكو جات خفيفة يعني ش هو منها الاخوات اللي بغوي ديرها حجم صغير هذو كل مقادير كاملين قسموهم على جوجو ديروا بيضة واحدة كاسد لما وانتم ما غادين كلهم حتى الخميرة ديروا كيس ونصف راه تجيكم ناجحة مئة في المئة راكن دير راح تب حجم صغير شوفوا تبارك الله كيف اجت يعني شي حاجة ليه يزوينا بساف متمنى تجربوها والاخوات اللي كيسف طولية في في الانستغرام آآ هكا اي حاجة سوف تنضيف سوف شوف اشاركتها معكم كيسف طولية تطبيقات ديالهم كنقول لكم آآ شكرا لكم الله يكبر بيكم بانكم كتا تيقوا في يوك تجربو الوصفة ديالة اكيد آآ متأكد اي حاجة درتها معكم راه كتنجح لانه فعلا آآ كنحطها لكم بكل صدق وبكل حب آآ لها يخطيكم عليا وشكرا لكم بسافي اغلى متتبعات شوفوا البنات شوفوا الجبيدة ديالة ديال الفروماج وتبارك الله هاد القراطة راجاي كله عمر بديك صلصة البشاميل وزوين بساف متأكد انه غاد يعجب الوليدات ديالكم متمنى تجربوه ان شاء الله وبنسبح تلعصر كيجي على هاتشكل هذا هو اخر حاجة درت يعني اخر حاجة شوفوا لفوكا من اللي ما كان ديراش مع الحليب تهيار كجيزوينه مش غير الحليب دائما هي اللي اللي نخلطوا بها العصير زعم اللي نصابوا بها العصير ديالة ديالة كيجي احتمع المركزة هكا وجربوها اكيد را غادي تعجبكم نتمنى الاعجاب ديالكم هاد الفيديو ديال اليوم المعلومات ديال المقلقة تلقوها في اول تعليق النمرة ديال وادوكس والمعلومات ديال الموقع كامل نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي وصلنا لنهاية الفيديو خليت لكم الراحة والى اللقاء وما تنسونيش اخوتاتي من تعليق وببرتاج مع الحباب ديالكم يلا بسلام عليكم اشتركوا في القناة